العملاقة الكورية الجنوبية الجي أول وحدة صناعية لتركيب الهواتف النقالة بالجزائر بمنطقة شرقة غربي العاصمة المشروع يعد الثاني من نوعه بعد الشراكة في إطار الشراكة المبرمة مع مجموعة بومار كومباني المالكة لعلامة سريم سيستام في تركيب أجهزة التلفزيون تغطية لكمال جفال العلامة الكورية الجي إلكترونيكس وبالتعاون مع بومار كومباني تطلقان أول وحدة تجميع للعلامة التجارية الدولية للهواتف النقالة لإنتاج مجموعة واسعة من الهاتف الجوال وفقا لمعايير الجودة العالمية وبذلك تضع الجي أول خطوة لها كشركة متعددة الجنسيات في طريق الإنتاج المحلية . . في بسطورنا جديد. ồi بعض الملائم الزهولين يحصل على يشهد الخارج أيضا جديد. اليمنع هو حصول الهاتف أننا قتلك في المرة تحصل على معلات خدا وضع نيجات الخارجول على أكبر في مقاطع الزهر كلام في موقع سبب في المبالحظة فأكبره في المساعدة في 2018 كل لدينا نحن بداية الناس في العملاق الآن لا نسعب أنه سيبدأ 3 أو 4 مواماً لنفعل لدينا الهواتف وقال هناك ثم هناك أخرين يمكنني الهواتف لتحقيق الهواتف الاستراتيجية التوسعية للعملاق الكوري الجنوبي رفقة الشرك الجزائري تهدف من خلال هذا الاستثمار لتوسع في مجال الهواتف النقال باتباع خارطة طريق حكومية مواجهة لتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج وتشكيل موارد محلية فضلا عن نقل التكنولوجيا على المدايين المتوسط وطويل LG Algérie est devenu LG Maghreb récemment donc ceci nous permettra de couvrir beaucoup plus de territoire et d'offrir des produits fabriqués en Algérie à l'exportation ce qui va développer plus d'emplois en Algérie ce qui va développer plus de richesse et un transfert conséquent de savoir-faire et de know-how entre LG Electronics Monde et la compagnie Bouma depuis l'année dernière LG a préparé la production smartphone avec Ali, avec Bouma donc aujourd'hui on va d'abord commencer la production en SKD mais bientôt l'année prochaine on va augmenter notre intégration et on va augmenter notre intégration dans le... 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 مساهمة العلامة الكورية في نقل التكنولوجيا مع شركها الجزائري سمح لها بتعزيز مكانتها في السوق الجزائري كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وقد سبق للشركان أن دخل في مجال الإنتاج التليفزيوني لصناعة أجهزة الأوليد وهو الجهاز الذي أعطيت حصرية صناعته للجزائر الوحيد موسيقى موسيقى موسيقى